المشاهدين الأفاضل بفوز برشلونة بربعية كاملة في معقل ناديريا المدريد ملعب السانتياغو بيرنابيو محمد قاسي سعيد بيكي قبل المباراة توقع نتيجة المباراة وقال بأن برشلونة سيفوز بربعية يبدو أن بيكي صدقة تنبؤة كهان لكن كلعب سابق ومتعود على هذا النوع من التصريحات والاستفزازات فقط الجميع يتذكر رفعه ليده مرتين في المانيطة خمسة مقابل واحد وخمسة مقابل سيفوز نظن هو بيكي بون يهدر أكداكبرك ما راحش يخمم بلي في حقيقة بارسا تربح بربع مقابل سيفوز ولكن هو مناصر تعل بارسا أنا حبيت بك نولي الإحصائيات اللي قبل مدننا بيبلي سيتياري كتاع الشوط الأول ميدو وإن درت أطنا إحصائيات شوط الأول يعني ماذا قام به أونشيلوطي ما بين الشوطين ما غير حتى شي شفنا نفس الشي في الشوط الثاني تسلسلات زادت أكتر تسلل وخار وعبا بعد الآخر نعم نعم كان أيضا صورة أخرى حمزة من فضلك صور ترفيني التي نشرها على انستغرام وتعليق نايمار نايمار اللعب السابق لبرشلونة الذي علق مثل ما تتابعون في الأسفل فيسكا بارسا لأن نايمار يحل لأيام بارشلونة صراحة نفهم أصلاتي هل تعتقد أن نخرجوا شوية فقط من هذه المباراة نروحوا مادا نحكيوا عن نايمار هل تعتقد أن نايمار رتكب خطأ كبير بمغادرته بارشلونة نحو بارسان جلما لكن كرويا لا يحطط نحن نحضر دوكا في الحادق مروا وشفنا كيف يرون هل يلعبون في بياجي ما كانش مليح سي نرمال نقولوا بالأخطأ كي تالبرسا لأنه كانوا وفاء أياموا كان كائن ميسي ورونالدو سيتي لوي اللي كان مراهما أسنتي هم بالكانو غالبينو برافور لبسكو مركي ودبوت وكذا ويستنتيستيك ممكن نهضروا كوتية تكنيكو كان أمتع كان أمتع على بيها كي شوفوا فين فكتوار هكذا تالبرسا يعاودي تفكر اللي أمات اللي كان فيه في بارسلون سي نرمال وسي سورمو سي كان مرود بارسا توز أعز أيامو في بارسلون كما نقولوا في السنوات الماضية تقنيا من أحسن لاعبين لاعب مهاري جدا لم يكن أحسنهم تقنيا أحسن تقنيا لاعب مهاري بلك في أبريرونالدينون مايمار سيتيوين في 2015 أنا نقول بللي يكون ريح في فريق بارسلون أو ريح بنفس المستوى اللي كان فيه كان قادر يتحصل على الكرة الدهبية صح نعم لاعب مهاري جدا ميدولي لم يلعبش على المقابلة هو البرازيلية هذا ك رودريغو نعم أندريك نعم نعم صاحب الشخصية القوية والذي سدد في وجه فينسيوس ومبابي هذا هو السؤال نتسأل لماذا هذا اللعب هدايا يعني لي عنده إمكانيات كبيرة وشفناه في عدة مقابلات لما يدخل مع ريال مادريد يجيب يعني يغير تماما مجرايات المقابلة ولكن هذا اللعب اليوم موجود في الإحتيات أنت تشوف المهاجمين تاعك يعني مقدموا حتى شيء لماذا لم يغامر بهذا الطفل هدايا كما نشوفوا ريال بارسلون تغامر بالشبان يلا نعم تصريح ناري من يميني أمال عمر بودي قال عندما كنا ننتصر في الليجة بدون توقف أنتم الصحفيين تحدث مع ماركا أو مع صحفها المادريدية قال أنتم الصحفيون كنتم تقولون بأنها كانت فقط ضد في رقم متوسطة قالهم اليوم ما رأيكم بعد أن صحقنا بارشا ريال مادريد بيروبائيا وباير مينيخ في ضرف تلت أيام لا تصريح ومنطقي لأن كنت نقرأ الصحفة الإسبانية دائما كانت ننتظر بين قوسين اللقاء المرجع التي تكلمت عليهم قبل نظن أن لكن كانوا يقلوا منهم يقولوا بارشلونة خاصة ممكن تاست اللي كان أمام وناكو خرف لليجة شمبيون لكن رغم ذلك نظن فريق مع فليك تحسب اللي كان ينتغير مقارنة بالسنة الماضية ممكن لو كانت السنة الماضية يكون حديث آخر ولكن مع فليك تحسب اللي بارشلونة أنا أنا اليوم نوافق اللعب يامال أنا نقول باللي معد الفوز تعريل مادريد ضد إسبانيو بربعة واحد ما فاش بنتيجة أكبر أنا حكي في البطولة عسف ينواح السلطة فيك وما كانتك صحة اليوم بس كو مندك تتكلم بو الناس ولا يتكلموا مام صحفيين ولا لا أنت تلعب زيما ضد ألافاس تربحت 2-0 أنا نربح 4-0 يقول لك لا هذا عنده مستوى جد بصحنا أنا نربحت 4-0 أنت مربحت ضد الفيرق هدوما لأني أمام الصحفيين باسكو بون الصحافة الماركة باسكو تابع الريال يردي سي تنقص من تقليل من الفريق بارشلونة اليوم حقيقة أنه فريق بارشلونة منذ بداية الموسم هو في تصاعد مع هذا الانهزام ضد وصصولة ومناكوب عشر لعبين لمدة 85 دقيقة تقريبا تفقيق بالليغ عنده قوة دهنية كبيرة عنده مدرب في هاد كما نقوله في هاد الأوقات هادية تفقيق باللي فريق كبير وعود ولا إلى الواجهة نعم فضل سمح لي سي فريق بارشلون نظام ملاحة لسيزون في بداية هذا الموسم في بداية هذا الموسم جتشاهم على عتب أرباية ريتو شاء الله ببرك ما يدخلهمش الغرور بوكو بلوس لجوارة بالفوز هذا تعربع صفر كفر ريال مادريد فسكو ريال مادريد بشير ما روش في أحسن أحواله مرانا هاد العام ما نشوفه أحسن مرانا شوفه ريال مادريد كبير هادي مش حبيت نقول لك نعم قاسي ساعد أين ذهب صاحب الكورة الذهبية يوم الاثنين المقبل أين ذهب نعم أينيسيوس اليوم غائب تماما في المباراة شوف الله يا ميدو أنا نزيد نأكد لك المشكل تعرياض مادريد هو الأنانية الأنان بين مبابي وفينيسيوس لازم هذه المشكلة يتحل في أقرب وقت نعم نعرفه إحنا قوة مبابي أين هي هي في الجهة اليسرى نعم ولكن وفينيسيوس يقدر يلعب على الجنح الأيمن أو الجهة الأيصار وحتى رأس حربها نعم ولكن صمم مقعد في الجهة اليسرى هذا هو اللي يخلق المشكل ما بين مبابي وفينيسيوس اليوم في نسيس ما أداش مقابلة قوية نعم ولو كان في الجهة اليسرى ولكن ما أداش مقابلة قوية لأن شفنا تقريبا هو مبابي راح إلى التسلول راح إلى التسلول لنك ومع تصاريب عن جواري الباساكوطي لأسبوع اللي فات شفنا كتفاش سحق دورتمون تلت أهداف وفيني المقابلة كان غايب صاريب أمين أكسس جول كوندي اللعب الواحد في برسلون الذي لم يغب سوى عن مباراة واحدة ودخلها كاحتياطي في ألافاس وسبب دخوله كاحتياطي في ألافاس أنه تأخر على لارينيون تيكنيك بأقل من دقيقة واحدة فقرر فليك إبعاده وإقحمه كأساسي من أصل 14 مباراة لعب 13 مباراة كأساسي في كل المنافسات كوندي الذي كان يرفض اللاعب فكرة الظاهر أيمن هل يوم يتجه ليكون أفضل الظاهر أيمن في العالم خاصة أنه دفاعيا صل وبدأ هجوميا شيئا فشيئا يتحسن أكثر أنا شوف ميدو أنا باش نقول لك أحسن مدافع في الوقت الحالي يتجه لياكم لم أقول أحسن يقدر يكون هو الوقت هو اللي بين أنا نقول لك بللي مدافع قيمة تابتة في فارق برشلون أنا مدافع صلب مدافع عنده كما نقول المستوى دياله هو منذ بداية الموسم إلى غاية هذا اللقاء كما نقول إحنا هو لعب ديجا نهار بن تدبو فارق برشلون اللعب هو محواري كانوا عنده مشاكل فارق برشلون دلناها الجهة اليمنى وهو يقدم في مقابلة جميلة مباراية ممتازة هو أنه يقول لك يلعب عنده المستوى دياله في تصاعد كل مقابلة أكد بللي مدافع قوي باش كما نقول تروغو كذا أنا نقول بللي جيد صعب لهذا هو من الأحسن كما نقول في الريوق الأيمن من أحسن المدافعين نعم كان شيء آخر ولد الحديث عنه عمر بودي اليوم كانت تحدث القاسي سعيدة على فينيسيوس من حياة الأنانية تحدث